طلابي طالباتي الآن في الجزء الثاني في المضارع البسيط هو الجزء الأهم جزء العملي من التطبيق على القاعدة أنا أول إشي لازم أعطيك شو هو الفورم وشو هو النيكيشن وشو هو الكواششن وشو هي الكي ويرتس والملاحظة إنهم في بعض الجمل فيش فيها مفتي حل بعدها أبل لش حل إذا عرفنا نحل بتكون أمورنا تمام إذا ما عرفنا شو نحل لا صمح الله الأمور بتكون مش ولا بد والله العظيم لما اخترنا هاي الجمل كل الجملة كانت تختار بعناية لتناقش فكرة فذلك لما أنا أحل معك هون 16 جملة الهدف منهم إنه أعرف شو التفاصيل فيهم طب في طالب راح يقول لي ما راح أحل لحالي أصبر هذول أول إشي الجمل ليس موجودات في الدسية لازم تكتبهم عندك فيش مجال خوا بدك تكتبهم عندك وبعديها باوديك عدس هي عشان تحل وتشوف إن شاء الله كيف إنها الأمور بسيطة وجميلة ولطيفة وسهلة أول إشي سؤالنا اللي بنا نبلش فيه إن شاء الله correct the verb أستاذ محمد شو معنى correct the verb صحح الفعل مش تقول لي صحح الخطأ هذي correct the mistake correct the verb صحح الفعل between the brackets الموجود بين الأقواس في طالب راح يقول لي طب أستاذ محمد قام بحكوا لامتحان ضع دائرة ما في تصحيح الفعل دايما هم نحكي بهل تصحيح الفعل واللي بعرفه أستاذه تصحيح الفعل بصف تضع دائرة مسخرة وأموره جدا سهلة وبسيطة ليه في الضع دائرة في عندي خيارات بتقدر تستثنى وتقول هذا بظبط وهذا ما بظبط في تصحيح الفعل المسؤولية كاملة عليك في اختيار الإجابة أنت بش أي أحد ثاني سأيت أول شي بنحل تصحيح الفعل بعدها بنبذر بك على الضع دائرة في الامتحانات والكوزات الجاي إن شاء الله دائما هلأ قبل ما أبلش بدي أحكي ملحوظة جدا مهمة دائما وهاي النصيحة لأي زمن بدي يمر معانا وإحنا معنا بالفصل الأول 11 زمن إن شاء الله الملحوظة اللي بدي أكتبها هون لكل الأزمنة دائما أول إشي لما بدك تحل أي جملة تنسز ضروري جدا أول خطوة تحديد الكي ويرد شاني كي ويرد مفتاح الحل أنت اليوم مشخص ومبسوط لأنه كم زمن معانا واحد بدي أشوفك كيف تكون مشخص ومبسوط بعد أسبوعين ثلاث لما يصيروا ستة هل إنه أنا بدي أشامك لا بس بدي أكتب تكون مشبك الأمور مع بعض وصير تفريزهم مع بعض لك أول خطوة تحديد الكي ويرد تمام رقم اثنين تحديد الزمن اللي أنا بدأ أشتغل عليه اليوم أنا معي زمن واحد شو اسمه present simple المضارع البسيط بكرة بدأ أكون أنا قاعد بحل بقول آه هاي المفتاح ورد في الماضي البسيط فلانك ضروري جدا أحفظ اسم الزمن ومعناه عشان أعرف أستدعي في عقلي تمام رقم ثلاث تطبيق الفورم شعيني فورم الشكل طبعا شكله لو كان مثبت أو ما ينفي أو سؤال حسب الجملة المعطاة اعمل الثلاث خطوات هادول أي جملة تنسز في العالم بتحلها وإنت هادي وأن دائما منصح الطلاب إحنا اليوم بالزمن الأول جيب ورقة قسمها لست أقسام القسم الأول present simple كل زمن بناخده حط عليه معلوماته الرئيسية عشان آخر إش لما نخلص الست تكون جاهزهم عندك بطلخيصك أنت مش بطلخيصي أنا في أشياء بدي إياك أنت تكتبها بإيدك عشان تبدع إن شاء الله تمام بسم الله وعلى بركة الله ننطلق في الجملة الأولى you to holiday every winter أستاذ محمد بدنا نحدد مفتاح الحل ما هو مفتاح الحل في هذه الجملة every winter كل شتاء أستاذ شو هالسحر آه شايف بالله أمحمد مش على الساحر بيشتغل حكينا من مفاتيح الحل الخطوة الأولى أي شي بيجي مع كلمة every فهي present symbol مضارع بسيط إذا أخذت ورقم واحد حددنا الكي ويرد وحددنا الزمن اللي هي present symbol الآن أطبق القاعدة هل يوجد في هذه الجملة نقطة نعم هل يوجد نقطة بين الأقواس لا فهي جملة مثبتين أبو مشعل صيغة الإثبات يا verb 1 زائد S أو ES حسب الفاعل باجي على السبجكت مين السبجكت في بداية الجملة you I, you, we, they من ضمار إيش الجمع ممتاز تعال بالله هون أوكي بسم الله I, you, we, we, they شو بيأخدوا verb 1 base بس هذا اللوح الحلو ما رح يكون معك في الامتحان ويندي يكون كله في راسك وفي بالك بدك تكون عارفه وعارف تفاصيله فلذلك I, you, we, they شو بيأخدوا verb 1 base فعل مجرد سأيتها go تنزل زي ما هي بدون أي تغييرات you go to holiday every winter أنت بتروح على عطلتك في كل شتا في كل شتا لازم يسحب أغراض ويسافر وإن شاء الله دائما وإحنا وإياكم نكون أصحاب السفر يا رب تمام أوكي ذاك جملة مثبتة طيب أبو مش علاو كان سؤال ضع دائرة go goes winter أنا عندي الفاعل جميع بدأ اختار قوة انتهت عشان هيك دائما نحكي لي بحلقة صحية الفاعل هو الأقوى طيب جملة رقم 2 my friend فراغ the car twice a week طيب أستاذ أسألك بالجملة الأولى مفتاح الحل every winter والجملة الثانية مفتاح الحل twice a week ما قالوا معنا twice a week مرتين في الأسبوع ليس twice لحالها twice a مع مؤشر زمني أستاذ هل لازم مفتاح الحل الجيجي في نهاية الجملة طبعا لا في الجملة الثالثة children usually أستاذ محمد أين يجى مفتاح الحل في بداية الجملة ذلك أنت بتقرأ الجملة وينما كان المفتاح بتحدده تمام my friend فراغ the car twice a week أستاذ محمد مفتاح الحل twice a week الجملة present simple نريد أن نطبق الفورم هل يوجد في هذه الجملة not نفي لا هل هي سؤال لا فهي جملة إيش إثبات الآن أريد أن يكون verb one أستاذ محمد من الفاعل my friend طيب ماي فريند صديقي انتبه دائما الماي صفة إيش مالها يا جماعة ملكية صفة إيش ملكية تتذكروا صفات الملكية التي أخذناهم في آخر عمود في الضمائر my you our his hair it's there صفة الملكية هذه ما لها علاقة بالفاعل ما لها علاقة بتحديد إذا مفرد أو جمع دائما بيحدد الإسم اللي بيليها ذلك my friend أنا ما إلي علاقة بmy إلي علاقة بمين بfriend شو معنى friend صديق واحد كم صديق صديق واحد ذلك أنا my ما إلي علاقة فيها إلي علاقة بمين بfriend الصديق الواحد أستاذ محمد my friend صديقي بما أن صديقي مفرد مباشرة بما أنه مفرد ننضيف S أو ES أس باجي بمسك الفعل wash أضيف له S أو ES لا أضيف له ES لأنه انتهى بSH شو بتصير washes the car twice a week هو بيغسل سيارته مرتين في الأسبوع تعرفوا ما ذول الموسوسين تعقون غسيل السيارات my friend washes the car twice a week اتفقنا اتفقنا بدي تجربت هالجملة ثلاث وقف الفيديو نص دقيقة أو ربع دقيقة وافتح الفيديو وشوف كيف حليت يلا داشوف إبداعكم وتألقكم وإبداعكم إن شاء الله يلا children usually ice cream أستاذ محمد شو مفتعل هالفي الجملة usually ممتاز اللي هي عادة تمام طيب أبو مشعل هل يوجد في الجملة not لا هل يوجد في الجملة علامة استفهام لا هاي جملة عادية جدا طيب بدي أطلع الفاعل من الفاعل يا أبطال children بعيده بكرر قسم بالله كل جملة محطوطة أمامك فيها فكرة هاي والله مش جملة عشوائية ولا هبل لا والله children مفرد ولا جمع يا أهل التأسيس أهل التأسيس شو وضع children آه أخذناها وين في أول صفحة في أسفل الصفحة كان في جموع شادة ويومها هكتلنا ليس للحفظ للبصم فقط وحكيت لنا هاي الجمع لا تنتهي بأس من ضمنها child طفل شو بتصير children سأيت هاي children مش مفرد ايش ما لها هاي جمع لو أستاذ ثاني قل لك اسمع الكلمة اللي بتنتهي بأس جمع واللي بتنتهيش بأسم الجمع والله العظيم كانوا يعلموا الطلاب وأساذ التوجيهه لما يشوف children شو بروح بإسلاخها إنها جمع إنها مفرد سوري بيضيف على الفعل أس بأخذ صفر children جمع children شو مالها جمع وهي من الجمع الشادة يرجع للجزء الأول من التأسيس أستاذ محمد لايك بتنزل زي ما هي لأنه أنا الجمع شو بأخذ فيرب وان بيس بس والله العظيم كل كلمة أخذت بالتأسيس إلها قيمتها سؤال رقم أربعة رانا سايانس ويكلي حدد الكي ويرد الكي ويرد ويكلي شو معنى ويكلي أسبوعيا طيب أبو مشعل أستاذ محمد بمع إنه ويكلي يعني هاي إيش مضارع بسيط باجي الآن هل في بالجملة نت لا إنه أحكينه فيها نفي هل في علامة استفهام لا فذاك هي جملة مثبتة بدأ طلع السبجك مين السبجك تفاعل رانا رانا إشمالها واحدة لو بدك تشير رانا أصلا شو بتحط مكانها شيء أنا مفرد صح طيب الآن شو بدنا نضيف على الفعل أس أو إي أس حباي بستدي بإيش انتهت بالواي والواي هون سبقت بالدي الدي حرف علا ولا حرف ساكن حرف ساكن بمعنى حرف ساكن شو بصير بالواي تحذف شو بنحط مكانها آي إي أس والله إيجا استعمالها ورانا ستدي سايانس ويكلي سيئت هذا الواي كانت مسبوقة بحرف ساكن وبالضيف أس أو إي أس شو بنضيف إي أس وبنشيل الواي شو بنخليها آي إي أس تمام هاي كمان ملاحظة التأسيس حكيت رح نشرحها بالمادة والله العظيم أي شيء رح أحتاجه من التأسيس وأنا بالمادة إلا أعقب عليه بس أهم إشي أنك تكون مركز معي باللي أخدنا مش كان التأسيس شلفك سؤال رقم خمسة أول خطوة تحديد مفتاح الحل ما هو مفتاح الحل في هذه الجملة ديلي شو معنى ديلي يومي؟ لما حطيت على ديلي خط فهي بريزنت سيمبل الله يفتح عليك طيب رائع أستاذ مهمت جيت أتفرد على الجملة بلشت الجملة بي يور سيستر حكينا اليور صفات ملكية صفات الملكية لا بتقدم ولا بتأخر اللي بأخر الاسم اللي معاها هو البك بوص في الجملة هذا واحد يقول لي يور سيستر ما هي اليور صفات ملكية للجمع لما ليش علاقة بعيدة بكرر باليور يور إلك شو اللي هو إلك الاشي اللي ورا راح يكون مفرد أو جمع يور سيستر أخت واحدة لو انها سيستر كان صارت مجموعة فلذلك ايش كم أخت واحدة فهي مفرد ممتاز اي اوه ايش حددنا انها مفرد وهي ايش صفات الملكية تهمل مائلها اي قيمة تمام طب أستاذ محمد بس شو في بالجملة نت نت عايش بتدل عنا في حكينا ابنين في ياب دونت ياب دازنت الله على الأبطال الله على الأبطال ما أجملهم دونت لمين أبو مشعل للجمع دازنت لمين لالمفرد ممتاز يور سيستر أخت واحدة شو بتو أخد دازنت وانتبه وردنت والدازنت شو حكينا بنحط فعل بيس شاني بيس مجرد نيد زي ما هي لو طالب كتب في الامتحان دازنت نيد بو أخد صفر دازنت نيد دازنت نيد شو رأيكم بالشرح لها الساعة كيف الأمور واضحة ولا مش واضحة أتوقع إنها حلاوة وليرة دهب إن شاء الله فلذلك ما يور سيستر دازنت نيد مور سبيلين براكتس دايلي دازنت نيد تفقنا أضرب لك وسلام أمور رائع إن شاء الله طيب سؤال رقم ستة مي كلاس ميت تمام فراغ ذي نيوز بيبر دايلي بالله تجرب تحلها لحالك يعني وقف الفيديو أنا بعدها أفتح وشوف شو حل الجملة مي كلاس ميت فراغ ذي نيوز بيبر دايلي أستاذ محمد شو مفتح لها في الجملة دايلي لما شوف دايلي بضرب سلام هاي مضارع بسيط الله يعطيك العافية بما إنه بريزنت سيمبل مباشرة هيا أبو مشعل لازم من حلها على المضارع البسيط باجي بطل على الفاعل ماي كلاس ميت ماي صفت ملكي ما ليش علاقة فيها كلاس ميت انتهت بأس الجمع وكلاس ميت للي حابب يعرف معناها زملائي بالصف وكي رفاقي لو كانت كلاس ميت كم زميل واحد كلاس ميت جمع ممتاز شو عندي بين الأقواس نت نت عيش بالدل على النفي الله 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 بمعنها بالدل على النفي مباشرة بدعين في ياب دونت ياب دزنت ولكن بمعنهم جمع شو بنا نأخد دونت ريد الله ووردونت لازم يكون الفعل مجرد لكلاس ميت رفاقي أو زملائي بالصفلة اللي حابب يعرف معناه ويضيف معنا كلمة جديدة شو رأيكم كيف الأمور يعني هاي قدمنا أول إيش الجزء الأول في الشرح والتفصيل وبعدها بلشنا ننحل أسئلة وعلى كل الحالات بدنا ننحل وتكون أمورنا إن شاء الله يشمالها ممتازة طيب جملة رقم سبعة أستاذ محمد بلشت الجملة بفراغ هاي جديدة طيب بيس مشكلة فراغ يوري جراند فاذر فراغ هز ريلاتيفز يوجولي هوا الناس مفتاح الحل أوكي تمام مع علامة استفهام آه عرفت سعية ليش بلشت بفراغ لما تكون الجملة منتهية بعلامة استفهام لازم يتبلش بفعل مساعد حكي منعمل عملية سويتش بين الفاعل والفعل المساعد مش مشكلة طيب أستاذ محمد أول خطبة بنهدد مفتاح الحل مفتاح الحل في الجملة يوجولي رائع طيب أبو ميشعل بمعين هيوجولي وسؤال نرجع بالله على تركيبة السؤال من بعد إذنكم بسم الله الواحد فجرت ما شاء الله طيب نبدأ السؤال حكينا هون بتركيب لك وصل يا بيدو يا دز حسب مين الفاعل إذا الفاعل جمع شو بيأخذ دو إذا مفرد شو بيأخذ دز وراء فعل مجرد يعني الفاعل وين بشخص بالنص بين الدو وبين الفعل الرئيسي طيب تعال بالله نشوف ما في أي مشكلة ما عندنا أي مشاكل إن شاء الله أستاذ محمد يوري جراند فاذر حكينا اليور صفة ملكية هاي اي اش دي كور ما ليش علاقة فيها جراند فاذر جدا كم واحد واحد في ذلك منبلش السؤال يا بيدو يا دز المفرد شو بيأخذ دز ممتاز في ذلك نبدأ السؤال يا بيدو ودز الفاعل هاي موجود هون وراء فعل مجرد فيزيت بتنزل زي ما هي وانتبه وراء الدو ودز ودونت ودزنت لازم يكون الفعل بيس فورم ممتازين جدا رائعين طيب جملة رقم ثمانية فراغ ذا بوليس من ارجعنا للتأسيس فراغ سبورت سمتايمز ما هو مفتعل هال في الجملة سمتايمز رائع لما شوفنا سمتايمز نعرف لانه هاي مضارع بسيط ممتاز وسلم محمد بايش انتهت الجملة بعلامة استفامك وشن مارك اني نبدأ السؤال يا بيدو يا دز بدي اطلع الفاعل the police من بوليس من مفرد ولا جمع سمعوني لما احكي لك والله كل جملة محطوط عليها فكرة ما بكذب عليك بوليس من اخدناها في الجدول بالصفحة الاولى بالتأسيس في من مفرد وجمعها مش من شو جمعها من سأيتها بوليس من رجال الشرطة هاي جمع الله وين التأسيس تمام نبدأ السؤال بيدو وردو فعل مجرد براكتس أوكي تمام اتفقنا في اي مشكلة ذلك لما تكون عارف شو قاعد تشتغل امور شو بتكون واضحة ولطيفة do the policeman practice the sport sometimes تمام اتفقنا تمام اه شي واضح ان شاء الله صار رقم تسعة فكرة تأسيس قادي عالتأسيس اللي جلطنا فيه ابو مشعل وبعدين معك يومالك عالتأسيس اليوم طيب eating a lot of sweets usually our body is healthy سيد محمد نحدد مفتاح الحال eating a lot of sweets usually هاي ها هذا الدليل عنها present symbol مضارع بسيط بس شو عنا بين الاقواس نت نت بترين عليك تلفون نفي 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 تمام سيد محمد من الفاعل eating a lot of sweets طب ابو مشعل eating بايش بلشت ب-ing علمتكو اذا بلشت الجملة باشي منتهي ب-ing هذا بنسمي جيراند او مصدر شو بنسمي جيراند او مصدر شو بنسمي حبايبي جيراند بس دقيقي خليت اكتب جيراند او مصدر الكلمة اللي دائما تنتهي ب-ing اللي هي عبارة عن جيراند او مصدر دائما تعامل معاملة المفرد لانه انا حكينا هي عملية شو معنى eating اللي هي عملية الاكل عملية الركض عملية القراءة فلذلك اي فاعل يبدأ ب-ing وهو بيكون عبارة عن جيراند مباشرة يعامل معاملة المفردة معلومات التأسيس هي بأكد عليها في الأزمنة تمام eating a lot of sweets usually our body is healthy فذلك بما انها مفرد don't or doesn't doesn't شو لازم يجي فعل مجرد doesn't make رائع لك عندما تنتهي الجملة او سوري الكلمة ب- المصدر المنتهي ب-ing فمباشرة شو بدي استعمل اشي للمفرد اشي للمفرد اشي للمفرد reading مفرد running مفرد تمام لانه عملية طيب اتفقنا اتفقنا ابو مش علي سؤال رقم 10 what for you for in our company every morning استاذ محمد ده حدد مفتاح الحل مفتاح الحل في الجملة every morning ممتاز لما شفنا every morning عرفت انه هاي مضارع بسيط هاي اول اشي انتهت الجملة ب-question mark علامة استفهاء ما عندي اي مشكلة استاذ محمد بس نبلشي بوات ما بتفرق هاي اداة سؤال WH بالبداية في فعال مساعد في فعال رئيسي وهي توسطهما السبجكت الفاعل باجي بطلع الفاعل الفاعل عبارة عن من يوم مفرد ولا جمع لا والله من ضمائر الجمع بواخد دو ولا دست دو what do you والان الفعل بنزل زي ما هو what do you do in our company استاذ ممكن يجي دو يو دو اه هاي الاولى بتكون فعل مساعد اللي هي عائلة الدو وهون بمعنى يفعل وهي فعل رئيسي وهي فعل ايش رئيسي بعيده بكرر الهدف من الامثلة ناخد عدة تفاصيل وعدة افكار مش مثال يتكرر عشر مرات واضحك عليك اقول لك اعطيتك امثلة لا والله يستهدف كل التفاصيل اللي اخدناها what do you do in our company every morning مفتاح الحلف الجملة every morning عندنا بلش بwh question ما بيفرق نبدأ السؤال بdo او does يو جمع شو بتواخد دو والدو هنا فعل رئيسي بتنزل زي ما هي انو ورا دو والدو شو لازم يكون الفعل بس اتفقنا اتفقنا تمام تمام سؤال 11 سؤال ضع دو ويرا ضع دو ويرا the plane اللي هي الطيارة every evening at 9 pm استاذ محمد مفتاح الحلف الجملة every evening في كل مساء الساعة التاسعة مساء طبعا هنا انا فيه بالانجليز بنستعمل pm و am السؤال ايه لك مش للمادة شو يعني am وش يعني pm لو انت اليوم بدك تشوف رحبك الساعة عشرة بالليل بتحط pm ولا am حكوا لي اجاباتكم فكروا وبسؤال ثاني من وين اجت كلمة am و pm في الها قصة اذا حد بعرف يبعث لي اذا حد بعرف طبعا the plane فراغ every morning at 9 pm طبعا سؤال ضع دائرة ويش حددنا مفتاح لها هل هذا ايش مجدول كل اليوم الساعة تسعة قاعدة بتطلع الطيارة فهو ايش ايش سكيجول ممتاز السادة محمد اندي باج بطلع the plane ضع دائرة plane الطيارة مفرد بتشوف الخيارات اول خيار leave غلط لان هاي verb 1 left غلط لانها verb 2 leaves هي الصحيحة شو الحلو بتضع دائرة عملية استثنار خيارات مسخرة leave طبعا معناها يغادر اوكي فذلك الطيارة بتغادر في كل مساء الساعة التاسعة مساء leave و left غلط ليش خدنا leaves verb 1 زي داس انه الطيارة مفتاح تمام تمام شو رايكو والله انا مستمتع انا مبسوط ويعني هيك قلبي فرهان من السعادة انتو ان شاء الله مبسوطين ولا مش مبسوطين ان شاء الله تكونوا دائما مبسوطين شي فراغ 12 years old هاي الجملة بتحكي انه هي عمرها 12 سنة هل يوجد في هاي الجملة مفتاح حل لا قلنا اذا ما في مفتاح حل على الجملة غالغ غالبا شو راح تكون حقيقة وهي حقيقة قديش عمرها 12 سنة يعني صارت 12 سنة هاي حقيقة مطلقة تمام طب استاذي محمد بما انه هاي الجملة حقيقة فهي present simple ولكن المشكلة حطل بين الاقواس بي عزيزي الطالب دائما اذا ايجاك في المضارع البسيط او اي زمن في بين الاقواس بي بدك تشتقها لا الفعلي اللي بتحتاجه انا هون في المضارع البسيط فيرب قديش 1 شو البي الفيرب 1 اللي اخدناها في نهاية الجزء الاول لازم اشتقها لا از و ام و ار از لمين تستعمل للمفرد ام لمين لا اي اللي هو الضمير الوحيد اللي بو اخد اي والار لباقي ضمائر الجمع فلذلك از للمفرد ام لا اي ار للجمع هاي مهم عشان ما تنسى تمام عنا شي مفرد شي شو بتاخد از شي از 12 يرز اول هي عمرها 12 سنة فلذلك تذكر عند رؤية بي في المضارع البسيط از ام ار تمام سؤال رقم 13 وي فراغ at the reception of the school every week استاذ محمد مفتاح الحلف الجملة every week هذول المشكل جيه كل اسبوع بنزله عند غرفة الادارة بيقولك احنا كل اسبوع عند الريسيبشن في المدرسة بتعرفوهم يلا ينزل عند غرفة المدير الله ينور عليهم يحميهم هذول حبايبي دمام لما شفت every week فهي مضارع بسيط هذا هو المفتاح عندي بين اقواس بي البي فيرب 1 منها is am are رائع استاذ محمد مين عنا في بداية الجملة الضمير وي مفرد ولا جميع جميع شو بده ياخد وي ار فلذلك الاس للمفرد عام لآي ار للجميع ممنوع تحكي وي بي ممنوع البي بدك تشتقها لازو ام وار في المضارع مبتاز اي فراغ happy every friday كلنا يوم الجمعة بنكون مبسوطين عطلة صح؟ كل جمعة فلذلك بما انو عندي everyday فهي مضارع بسيط باجي بقول شو عندي بين الاقواس بي البي عبارة عن ازو ام وار اي شو بتاخد ابو مشعل ام اي ام happy every friday تمام؟ طبعا كل جمعة ما رح نستقبل اي استفسارات بتخص المادة يعني الواتس اب لا تبعت لو سمحت عندك استفسارات الجمعة خليها السبت الجمعة ما رح نستقبل حتى لو كنت بعت ما رح ارد عليك فلذلك حتى ممكن احكي لكم شرحة يعني ما برا فاشوف علي انو الجمعة احاول ما ان استقبل اي مسج فذاكرت معك من السبت للخميس اي مسج احنا جاهزين فيه جمعة ما تبعته تمام اوك نيجي الان على جملة رقم 15 سلمة in the school daily استاذ محمد شو مفتاح الحل في الجملة daily طيب رائع قال لي ابو مشعل لما شوفنا مفتاح الحل في الجملة daily قلنا مضارع بسيط استاذ محمد مين عندي هون سلمة سلمة مفرد ولا جميع مفرد كم واحدة واحدة المفروض ننفيها بـ doesn't وورا doesn't فعل مجرد doesn't be شايفها بس هاي للأسف رح اقول لك غلط ما بتصبط نحكي بالانجليزي لا don't be ولا doesn't be ايش ممنوع نحكي لا don't be ولا doesn't be لانها ممنوعة طيب ولا شو الحال يا استاذ محمد نكتب هون ملاهظة بسيطة عائلة b فقط يعني هاي الملاهظة فقط تخص عائلة b اي فعل ثاني لا تنطبق عليها تنفي نفسها بنفسها او تنفي ذاتها بذاتها هي big boss لها حالة خاصة تنفي نفسها بنفسها شو يعني؟ يعني بايجي بقول شو عائلة b هي عبارة عن از وام وار بما انه هي big boss بتقول لك انا بنفي حالي بحالي از شو بتصير isn't ام شو بتصير ام نت ولا تختصر وار شو بتصير aren't فلذلك عائلة b فقط تنفى بنفسها تمام يعني استاذ محمد احنا ما بنقدر نحكي سلمة doesn't be لا سلمة مفرد بتاخد is بس شو بتصير isn't in the school daily سعيدها doesn't be ممنوعة عائلة b يجب ان تفنفى نفسها بنفسها فقط طيب لو جبتلك في الامتحان نت وهذا مستحيل نت عفريت ايه وحد الله شو جاب العفريت نت عفريت اعتبر عفريت فعل وهذا مستحيل طبعا بنفي ya don't ya doesn't عفريت اذا كان جمع don't عفريت واذا مفرد doesn't عفريت بس عائلة b ممنوع ننفيها لا بدونت ولا doesn't ننفيها ya isn't ya am not ya aren't باقي افعال اللغة الانجليزية في المضارع البسيط كلها تنفى ya be don't ya doesn't فذلك انا قربتلك اياها حط اي اشي بين الاقواص غير عائلة b بننفي ya be don't ولا doesn't اما عائلة b فقط تنفي نفسها بنفسها فقط سؤال رقم 16 فراغ you said usually be سؤال محمد هذا استفهام علامة استفهام سؤال ومفتاح الحل في الجملة usually وفي عندنا بين الاقواص b ايضا عائلة b تسأل بنفسها يعني ما بنسأل عنها لا بي do ولا بي does ايش بنسأل ب is و am و are مين الفاعل عنا هنا you you جمع شو بصير السؤال are you said usually فلذلك عائلة b تنفي نفسها بنفسها وتسأل بنفسها في المضارع البسيط باقي الافعال في اللغة الانجليزية كلها بنسأل عنها وننفيها you don't 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 اتفقنا وإلا ما اتفقنا ان شاء الله دائما متفقين شو رأيكم بالاسئلة هدول والله العظيم توقع قط الزمن انا بدي اشوف طلخيصكم بدي اشوف الفيتباك عن الحصة الاولى على الواتس اب ان شاء الله طيب ابو مشعل بدي اسألك تفضل في عندنا واجب اش نحل طبعا يا حبيب افتح دوسيتك يا نوري عيوني يا ماما انت ايو exercise number one من جملة رقم واحد لجملة رقم عشرة هدول present symbol طبو استاذ فيه answers يا حبيبي ال answers هدول ما بطلع عليهم هدول answers مش عشان تغش حالك بعد ما اخلص بصلح فيه اي جملة ما عجبتني ما عجبتني ايجابتها بعتلي على الواتس اب مباشرة انا جاهز عشان اشرح لك ليه شيكة الله تمام بس دعاقب طاقب بسيط عن تسعة وعشرة طبعا جملة رقم سبعة every morning the sun فراغ in my bedroom window and فراغ me up الفراغين بيعودوا على السن بس هاي للتوضيح الفراغين بيعودوا على الشمس تمام بجملة رقم تسعة علي usually lunch at the cafeteria استاذ محمد مفتاح الهالف الجملة شو هو usually مضارع بسيط باجي بطول مين الفاعل علي علي مفردي المفروض نضيف على الفعل s او is هل بصبط بالانجليزي نحكي haves لا الهاف في الفيربون هي عبارة عن هاف او هاز هاف لمن يا ماما للجمع هاز لمن للمفرد سعيتها استاذ محمد علي usually علي مفرد شبته اخد هاز عما تيجي تقول لي علي هاف بستحملها شوي اول حصة ثاني حصة بخنوقك سعيتها لما تشوف هاف الهاف في الفيربون يا هاف يا هاز علم انه هاي موضوع مع انه اشي اخدناه في التأسيس تمام فذلك هاف للجمع هاز للمفرد تمام لا عشر بديش احكي عن هان تكون تحكي عن جملة رقم 8 سوري 8 وتسعة راما فراغ هيري بريكفاست in the office everyday مفتعل عالف الجملة everyday مضارع بسيط في عنا نتنتب ننفي يا بي don't ya doesn't هل في عيلة بي أنفي فيها لا فذاك اذا فيش عيلة بي مباشرة don't ya doesn't راما مفرد شبته اخد doesn't وورا doesn't فعل مجرد doesn't have وكي تمام فذلك don't doesn't ووراها فعل مجرد مين البنفي نفسه بنفسه فقط عائلة البيت انا هيك بقدر اقول present simple خلاص وان شاء الله يوم الأربعة بنزل لكم حصة اللي هو ال past simple بإذن الله العلي القدير بارك الله في الجهود بارك الله في الهمام بحبكم كتير شدوا الهمام بداية نارية ان شاء الله